اليوم مثلاً مستقفين كبار عندك محمد حسنين هيكل بيقول ما يحصل هو سايكس بيكو جديد لا لا في شيء تاني محمد الأمين المصري سامير أمين عفواً كمان بيقول أنه هيدا لزيادة تبعية الاقتصادية لأمريكا انتبهي على جيلهم بالأول هذا جيل يعطي أهمية كبيرة للعناصر الخارجية بالتحليل وهم أصدقائي اللي ذكرتيهم يعني وأنا أحترمهم جتماماً ومبرو على مصر بدون مروح عندهم لكن هناك جيل يعطي أهمية برأي الشخصي مبالغ بها للعناصر الخارجية أولاً الغرب أضعف بكثير مما يعتقد العرب بس ما عم بقدر إقنع العرب مع أنه ساكن بالغرب وبعرف الغرب عن الغايب لكن وقتل بيقوله أن الغرب أضعف بكثير مما تعتقدون وأجهل بكثير مما تعتقدون بشؤونكم ما حد بصدقني بعد في وهم أنه الغرب هو قصة كبيرة الغرب يعني يعني صاحب الثورة الصينية قال له للرئيس الأمريكي بعد ذلك لكلينتون بمطلع التسعينات قال له ما تدهوروا بسرعة بعد ما أنا جاهزين لنأخذ محلكم ما تدهوروا بذلك السرعة خليكم ووقت اللي نشأت الثورات العربية بمصر وبتونس وبالآخرية أنا كنت بباريس هون مضحك كان رد الفعل الفرنسي ولا فهمه شي راحت وزيط الخارجية تشتري أراضي بتونس بعز الثورة ولا شايفين شي ولا أشعو شي إدارة أوباما بالنسبة للثورة المصرية يعني أولا يجب تحديد حجم الغرب ومدى نفوظه في المنطقة أنا يعني بطلب من مواطني العرب أنه يعيدوا النظر بقوة الغرب وقدرته على التأثير ولكن في شي تاني عندما بدأت هذه الثورات لم تبدأ كمؤامرة هذا كلام فارغ أنه هاي مؤامرة بدأت كفائد من الغضب لكن منطقة حساسة من هذا النوع يحصل فيها يعني تطور ثوروي بهذا الحجم في تونس في مصر في سوريا في اليمن في البحرين إلى آخره ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه كل الدول المحيطة تحاول الاستثمار تحاول أن تحمي مصالحها أولا أن تحمي مصالحها وأنت لو كنت مسؤولي بتركيا أو بإيران أو بإسرائيل أو بأمريكا أو بكذا بمنطقة حساسة تنتج نصف النفط العالمي على نقطة التقاء ثلاث قارات معنات منطقة بتهمك ممكن تفعلك بملايين من المهاجرين الجدد ممكن يتأثر أمنك فيها ممكن يتأثر ورداتك من النفط إلى آخره فتعتم فيها وتحاولي آنذاك أن تغلب الناس يلي تعرفيهم أن تساعد الأطراف يلي متعامل معهم قبل أن تبقي في السلطة من استثمرتي بوجودهم في السلطة هذا أمر طبيعي أنه يجي التركي والإيراني والأمريكاني والفرنسي وكذا يحاولوا يدافعوا عن مصالحهم لأنه في شي حاصل لذلك مش مؤامرة هي من بعد حصول هذا الانفجار الثوري في المنطقة الدول الأخرى حاولك مثل وقت اللي نشأت الثورة الفرنسية كل الدول الأوروبية الثانية قالت يا عم هذا خطر علينا خلينا نروح شوفينا نعمل علشان نحمي مصالحنا هذا ما هو حاصل اليوم مع انفجار ثورة العربية